الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله اليوم جمعة والساعة الأخيرة ساعة الاستجابة والليلة القادمة ليلة واحد عشرين والأذان القادم أذان المغرب وبين المغرب بالأذان والإقامة وقت عظيم ونحن صائمون إذن يوم الجمعة اليوم الجمعة ساعة الاستجابة انظروا ماذا يجتمع الآن ساعة الاستجابة آخر ساعة بعد العصر ثم إذا غربت الشمس تدخل ليلة واحد وعشرين وهي أول ليالي العشر وقد تكون ليلة القدر وكذلك بين أذان المغرب والإقامة وقت استجابة والساعة ساعة استجابة وهذه ليلة فردية وترية ليلة واحد وعشرين والعشر تدخل ونحن صائمون ما رأيكم كيف يكون الدعاء في هذه الحالة وأنت تنتقل من ساعة استجابة إلى ليلة واحد وعشرين إلى وقت بين الأذان والإقامة وأنت صائم وعند فطرك قبله وأثناءه وبعده إنه شيء عظيم وهذه العشر تقبل هذه الليلة خلق البقاعة ربنا فاختار منها مكة وخلق الأيام فجعل العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا وأفضلها يوم النحر وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة وفضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعل عشره الأخير أفضل عشراته الثلاث وجعل ليلة القدر أفضل العشر الأواخر أفضل من ألف شهر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر ليلة واحدة ليلة من أصابها سعد أبدا الدهر لله نفحات إن الله أنزل القرآن فيها إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنه أنزل في رمضان كما قال ابن عباس في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام ليلة القدر خير من ألف شهر العمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر العمل في ليلة القدر خير في الأجر والثواب من العمل في ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر من فضاء ليلة القدر من فضاء ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان تنتقل بينها على ما قال جماعة من العلماء جمعا بين الأدلة وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة قال عليه الصلاة والسلام إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وثر رواه البخاري ومسلم أريها النبي عليه الصلاة والسلام ثم قدر الله أن يتلاحى رجلان فأنسيها فلعل ذلك خير لهذه الأمة كيف؟ ليشتهدوا في العبادة طمعا في الإصابة فيكون ما عملوه أكثر مما لو اقتصروا على العمل ليلة واحدة وكذلك يتميز المجتهدون يتميز الحريصون على إصابتها وساعة الإجابة وليلة القدر وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى أخفى ما أخفى لاجتهاد العباد ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى العشر الأواخر جميعا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر هذه وظائف المسلم يا مسلم يا مسلمة ما هي وظيفتنا الليلة ما هي وظيفتنا الليلة ما هو العمل الليلة من الليلة فصاعدا من الليلة فصاعدا شد الهمم من الليلة فصاعداً ضاعفوا العزائم من الليلة فصاعداً الجهود في العبادة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله هنا استنفار استنفار هذه الليلة استنفار استنفار النبي عليه الصلاة والسلام كان يشد المئزر لأنه يعتكف في المسجد ويتباعد عن النساء اشتغالاً بالعبادة ليس تحريماً للمرأة ولكن استحباباً وتفرغاً للعبادة وأيقظ أهله ما يترك من أهل البيت أحداً يطيق القيام إلا أقامه ولذلك يجتهد الناس المسلمون في قيام رمضان في الليالي القادمة فيطيلون المدة ولا بأس أن يزيدوا الركعات إذا اقتضى الأمر ذلك ولا بأس أن يأخذوا راحة بين الركعات حتى يكون القيام أطول والاجتهاد أعظم ويستحب الإكثار من دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر يعني رؤيا في المنام ونحو ذلك ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ومن علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها وكان أبي يقسم على ذلك يعرفها بالعلامة فينبغي الاجتهاد بالعمل الصالح ودع عنك كلام الناس الذين يقولون رؤية رؤية كأنهم يقولون لا تعملوا بعد ذلك يجزمون بشيء الله أعلم ما هو ولذلك الآن أواني الاجتهاد وليس أوان القطع إن كانت ليلة كذا ولا كانت ليلة كذا لأن الشيطان يشغل الناس إن كانت ليلة كذا فينصرفون عن عبادة في البقية إنما هو الآن استنفار قيام الليل قراءة القرآن ذكر الله الدعاء الاستغفار التوبة الاعتكاف التدبر أعمال الخير المختلفة ومن أعظمها تدارس القرآن هذه الليالي الشريفة التأمل في القرآن وهؤلاء يقومون وخيام اعتكافهم في المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بضرب هذه الخيام الصغيرة في مكان لا يؤذي المصلين ولا يشغلهم ولا يقطع صفوفهم لا للتباهي فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع خيام التباهي نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستقامة وأن يجعلنا ممن أصاب ليلة القدر وهو السميع